بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد هذا علاج نهائي لقطع تجديد الأسحار والقضاء عليها بإذن الله تعالى قبل أن أبدأ بهذا الموضوع فقط أعطيك مسألة أخي الكريم أختي الكريمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتواجد داخل جسدك أكثر من جني واحد مستحيل إطلاقا هذا لن يحدث هذه احفظها جيدا احفظها وتمسك بها جيدا خدام السحر وحراس السحر ممكن أن يكونوا من الخارج ويؤثرون على أفراد بيتك أو على مثلا إنسان مصاب بالتعطيل في موضوع الخطوبة يؤثر على الجهة الأخرى أو إنسان عندها تفريق وحراس السحر وخدام السحر مثلا يكون الزوج غير مسحور فيؤثرون عليه من الخارج هذا ممكن أما داخل جسدك فاستحاله استحاله ولا يمكن أن يدخل في الجسد أكثر من جني واحد الدليل يعني أنا شرحت ذلك في فيديو سابق وتستطيعون أن ترجعوا للقناة وفيها تفصيل إن شاء الله تعالى هذا واحد أما المسألة الأخرى فانظر لي كل مصاب انظر لي نفسك أنت كيف إذا سرعت أن الجن يتكلم بلسانك ويرجف بقدمك والبطن تؤلم واليدين تتحرك الجني يسكن من شعر رأسك إلى اضفر أقدامك كل جسدك فيه الجن الجني اسمه تلبس جسد على جسد طيب يتحكم بعقلك وأحيانا والعياذ بالله بالشهوة أكرمكم الله وفي اليدين وفي القدمين وفي الأعصاب في كل شيء هذا أمر الأمر الآخر هناك كثير يشتكون من تجديد الأسحار تجدد السحر صار السحر كذا كذا أقول لك مسألة والله إذا أخذت بهاتين النصيحتين إن شاء الله ما يضرك ولو جددوا لك ألف سحر وهذه عن تجربة شخصية أنا جربت على المرضى بنفسي لا أنقل كلاما من غيري إطلاقا أولا المكان الذي أنت فيه عليك بتحسينه حتى تستفرد بخادم السحر الذي داخل جسدك وسنأتيك بعد قليل فقط الآن خلونا مع المكان البيت عليك برشه بالماء المقروع عليه حتى يعني أول مرة تحتاج ضربة قوية غسل الأرض أرض البيت كلها ودلكها بماء المقروع عليه طيب وعطور تعطير البيت حتى الحيطان تمسح والسقوف وكل شيء وغسل ملابس العائلة كلها بالماء المقروع عليه طيب ومسح البيت كله طيب وأمام الباب الرئيسي أيضا يرش ويغسل هذا المكان ضروري جدا المسألة الأخرى اعمل استفراغ مثلا خمسين مل من زيت الخربة شربه على الريق إذا شربته على الريق لا تأكل بعده خمس مرات كرر ذلك في شهر مرتين استمر على هذا الموضوع طيب المسألة الأخرى المسألة الأخرى بخاخ فيه ماء مقروع عليه وبخ البيت صباحا ومساءا صورة البقرة شغلها أو قرأها في البيت كل يوم أو كل ثلاثة أيام سيكون عندك تحصين رهيب للبيت شياطين من الخارج لا يوجد إمدادات وهذه الأمور لا توجد إطلاقا طيب أعطيك المسألة الأخرى لا تخرج من البيت إلا لحاجة وإذا خرجت فحصن نفسك قبل أن تخرج تقرأ على نفسك المعوذتين آية الكرسي الفاتحة تنفذ على نفسك ترقي نفسك برقية خفيفة أعوذ بكلمة لها التامات من شر ما خلقت وكررها وتنفذ على نفسك بسم الله أرقي نفسي أعوذ بكلمة لها التامات من كل شيطان نهام من كل العين لامة وكثير من الأدعية طيب عندما تخرج حصن نفسك جيدا إذا أضعفت العالد يعني الشيطان خادم السحر المتواجد في جسدك والله لو جددوا لك ألف سحر لا يضرك بشيء لا يضرك بشيء إطلاقا إن شاء الله إن شاء الله لا يضرك بشيء فقط قبل النوم اعمل أذكار النوم وخاصة هذه السورة العظيمة التي أوصي بها كل مصاب عليك بسورة النور قبل أن تنام لا تنم قبل أن تقرأ سورة النور وحتى أنت يا أيها الأخت إن كان عليك حيض دورة شهرية اقرأيها من الهاتف طيب أو يوجد علماء قالوا يجوز القراءة من المصحف وأنت بالخيار ويجوز أن تبسكيه بقطعة قماش أو بقفة زي طيب مع العلم أنا أمين لغائي أنك تستطيعين أن تقرأ من المصحف مباشرة ما فيها مشكلة طيب فهذه مسألة سورة النور يوميا يوميا قبل أن تنام اقرأي سورة النور وآية الكرسي والأذكار المعروفة نهاية سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي طيب واشربي كأسا من الماء مقروع عليه قبل النوم اشربوا كأس مقروع عليه من الماء المقروع عليه اشربوه قبل النوم طيب ومن استطاع أن يدهم جسده فليدهم أما العارض الذي في داخل الجسد يوجد كثير من الطرق أنت مصاب بسحر أنصحك بنصيحة يوجد في قنواتنا لست أنا فقط لا أقول لك اسمع رقيتي حصرا لا اسمع رقية أي راق تراه أن رقيته مؤثرة ربما رقيتي لا تؤثر فيك رقية غيري تؤثر فيك أكثر مني عليك بها مثلا اعمل لنفسك برنامج لمدة شهر البرنامج شهر اعمل شهر على الأقل أنك تسمع الرقية في اليوم أربع مرات مرة مثلا صباحا مرة ظهرا مرة عصرا مرة ليلا أن تقسم الوقت بسماعات الأذن لمدة شهر ثق بالله الشهر يدمر العارض تدمير إن لم تحصل على شفاء فإن شاء الله ستحصل على تحس كبير وتحصل على خطوات نافعة بعون الله تعالى وربما هذا العارض سيتدمر العارض أهم شيء العارض هو الجني يعني الذي في داخل الجسد أهم شيء تحوله من موقع الهجوم هو يهجم عليك حوله إلى موقع الدفاع كل يوم يضعف وأنت تقوى كل يوم تعالج وأنت بفضل الله في تحسن وفي تقدم فإياك أن تؤمن بهذه يعني شبخ خرافة أصبحت كل من تتكلم معه قال لك تجديد يا أخي والله ما ينفع التجديد والله إذا أضعفت العارض لو جددوا لك ألف سحر في اليوم لا تهتم إطلاقا لا تهتم إطلاقا وبعض الناس يقول لك والله ما تشفى إلا بعد استخراج السحر أقول لك هذا الكلام غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم شفية من غير أن يستخرج السحر في أصح الروايات عند الإمام البخاري طيب فالموضوع ليس كما يصوره الناس تجديد 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 وهذا موضوع الإطعام المنامي أقسم لك بالله العظيم ليس كل ما ترى ما ترى نفسك أنك تأكل في المنام أنه سحرت يعني وسحر الجني الذي يسمى بالإطعام المنامي فهذا شيء لا يكاد يذكر هذا من نفسه لنفسه فهو ليس كالسحر المعروف هو شيء ضعيف ولا يؤثر فيك وإذا كنت مستمر على البرنامج فلا تلتفت له وأكلت شرابت عادي إطلاقا لا تتأثر واتبع هذه الخطوات وإن شاء الله ستحصل على نتيجة بإذن الله تعالى فقط اترك من الخوف ومن كسرة السؤال ومن كسرة الكلام اضغط على العابد لو جلست في اليوم وسمعت الرقية أربع مرات وسورة الجن الله أكبر كم هي تقضي على الشياطين يعني بعض الناس يقول ما أستطيع أن أقرأها من قوتها وشدتها بفضل الله سبحانه وتعالى قاتل مهلك يوميا اجعل لنفسك مثلا عشر مرات تقرأها بصوت مرتفع مثلا خمس مرات صباحا هي خمس مرات نصف يعني ما تأخذ منك نصف ساعة خمس مرات يعني نصف ساعة في الصباح نصف ساعة في المساء قبل أن تنام سورة النور آية الكرسي كأس من الماء المقروع عليه نهاية سورة البقرة يوميا شغل سورة البقرة تبخ البيت بالماء المقروع عليه طيب الخطوات التي ذكرناها كلها في الفيديو بإذن الله تعالى لن لن يضرك أي تجديد للسحر والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين